بدوره أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتون بلينكين أن واشنطن تعمل مع القاهرة لإيقاف الحرب على غزة بكل السبل الممكنة لإنهاء معاناة الفلسطينيين وأشار بلينكين إلى استمرار الولايات المتحدة مع الوسطى في الضغط على كافة الأطراف لقابل مقترح وقف إطلاق النار مشيرا إلى أن هناك مقترحات جديدة لخطة ما بعد الحرب سيتم تقديمها خلال الأسبوع المقبلة من أجل إعادة الإعمار والبناء بالأيام المقبلة سنواصل الضغط بشكل عاجل مع شركائنا في قطر ومصر لمحاولة إتمام هذا الاتفاق لأننا نعلم أن ذلك يصب في مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بل والعالم أجمع